بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يابا مساء الخير والصحة والسلامة والعافية على كل متابعاتي شلونكم شخباركم إن شاء الله تكونوا وكلكم خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب واتوا تشاهدون فيديو اليوم ان شاء الله هذا الفيديو اليوم يعجبكم وينا رضاكم واستحسانكم حبايب قلبي بديت وياكم هنا فقرات الريوغ هنا ريوغنا جبن عرب اكيد كلش كلش احبه جبنا للريوغ سويت لهم مثل ما تشوفون قطعته بهيش طريقة واغسل اكيد بمي حار كلش اعقمه من بعدها نتريق بيو سهمكم الف الف عافية حبايب قلبي حبايبي اليوم حبيت اسأل فلكم يعني واحدة من متابعاتي طلبت من عندي انه احتي قصتها لكم واتمنى تنصحوها حبايبي هي تسمعكم اكيد اتمنى من قراتكم تكتبو لها بالتعليقات ومن بعد ما تسمعون قصتها وتتمنى انه تنصحوها يعني ش تسوي شون تتصرف طبعا هي اول ما اتزوجت يعني كان بيت خاني نقول عندهم بيت شبير وقاعدين هي وعيالها اكيد احموينها احمواتها من بعد ما يعني كل من خاني نقول صار عندها فلوس و يعني زوجها عنده نطل اخوتها حصاصهم وطلعوا من البيت نفسه بقاعدة اخوز زغير اخوز زغير وياهم بالبيت ساكن هو متزوج وهم عنده ابنية هي اكيد يعني عندها ثلاثة اولاد فدائما يصير مشاكل وعالطالعوا والنازلة حماها يدخل بحياتها يعني مثلا اذا حجتوا جارتها يروح يحجي يقول لرجلها انه ات ليش عايف مرتك ليش ما تحاسبها ليش تخليها بكيفها تحجي ويد جوارين وخطيئة هو يجي من الشغل يلحق عليها حتى يعني يضربها يؤذيها كل شي هو يؤذيها هي همين خطيئة أي مرة تتطلع يعني من البيت زعلانة تروح لأهلها يعني تمر عليها شهر هي شي من بعدها ترجع للبيت وكأنه ما صاير شي وهمين حماها يلجويها هو مزوجته ويهججوها من البيت حبايب قلبي هسا خلي بس أحتيكم أنه هذا كان غدانة وسهمكم ألف ألف عافية هو صار غدا وهو عشاء لأنه صار هيت يعني فد هيت كان ساعة بالخمسة ونص فهو غدا هو عشاء صار سهمكم ألف ألف عافية حبايب قلبي نرجع السالفتنا والقصة متابعتنا حبايب قلبي مثل ما قلت لكم يردوني هججوها من البيت يعني حماها وزوجته ويعني ما تعرف شون تتصرف أنا بالنسبة اللي يعني أقول لها أنا اللي سمعت منها أنه هذا البيت ما ضل يعني يعني شون كلهم يعني رجلها كلهم نطاهم الأخوته والخواته حصاصهم للبيت هو ضل قاعد به بس ضل عنده هذا أخو هسا حاليا حسب ما تقول تقول هو دي يشتغل شفتين باليوم حتى بس يعني شا أقول لكم يلم الفلوس اللي يعني يعني يقدر ينطيه من حصته بالبيت أو ينطيه ويخلص من عنده ويشيل لأنه كل الشي هو يلي يسببون لهم مشاكل خطيئة تقول يعني أنا بيتي رح ينهجم من وراء هذي الشغلا زين حباي بقلبي أتمنى منعتكم تكتبو لها بالتعليقات الشون تتصرف ويا حماها وزوجة حماها لأنه خطيئة يعني كل اشتعبانا ومتأذية من وراء هذي السالفة حبيبات قلبي أنا هنا أنا أكيد كملتلكم قصة أختنا ومتابعتنا أتمنى منعتكم أنه تكتبو لها بالتعليقات رأيكم وتنصحوها وأكيد هي رح تقرأ تعليقاتكم وتاخذ بنصائحكم إن شاء الله حباي بقلبي من بعد ما هنا اتغدينا أكيد رحنا للسوق وخدتلكم إش كم لقطة وصورتلكم شغلات مع الكريستمس هاي 65 هاي 57 هاي 57 يعني مترتين بيها هاي مترتين وعشر سنتيمترات وهاي هاي متر وثمانين شفتوا حبيبات قلبي شون الأسعار كلش نار وغالية يعني هذي الأشجار شفتو هون مع الكريستمس شجرة الكريستمس كلش غالية 65 و75 يعني أسعار خيالية بس كلش حلوات ومرتبات ومثل ما ريت شوفون حبايبي هذني أسعار هن على 3000 و2005 هذني نشراتي صيرا يعني وجه بابا نؤيل ورجل الثلج يصير ويصير بي نشرات كلش حلو هذي تعليقة مع التلباب اللي أنا اشتغلت من عدين بالبيت بس أكيد عيني أنا اللي اشتغلت أحلى شو تقول أنتم واني اشتغلت التعليقة مع التلباب أحلى وخالين شعالين الدنيا خالين دبابا ما نعيد الحوب وهاي شغلات طبعا هذي النشرات أم النجوم هذي على الباتري يشتغل مو على الكهرباء وهو هوي يكون وشغلات بنزلين هاي النفاخات اللي صير على شكل أرقام 2023 وهذي الكابات مال بابا نويل و يعني كلش كل الشغلات حلوة أنا أخذت يعني شغلات من هاي الحسد يشوفوهن هذي هالسجايات هالسنة كلش حلوات موديلات ألوان هن يعني هيتش فسبورية أو هيتش تشن هن مثل الكريستال حتى يعني ما يحتاج إذا مثلا ما تشغلين النشرات يعني همين كلش حلوات مثل مرش شوفون شغل يطن هين شيل هم حلوة مثل مرش شوفون ذن الشغلات لش طريقتين حبايب قلبي طبعا رحنا وبسرعة بسرعة رجعنا للبيت لأنه يعني صار مطر و قريت خلي بسرعة بسرعة رجع للبيت فجين للبيت عادة يعني شوية ارتاح و قلت خير أمن تجلكون الفيديو بس ذكرت أنه أنا موعدة متابعاتي أنه أنا أنزل لهم يعني الشغلات اللي تزيين مال كريسماس وتشوفون شون اشتغلتها حبايب قلبي مثل ما تعرفون أنا قلت لكم أنه عندي شجرة قديمة أخذت منها سويتني التعاليق مات الباب وسويت منها قرارات الزغار وسويت هذني يعني الشجرة هذه الزغيرة مات كريسماس أنا رح أسوي اثنين من طبعا هذني مالأكيد هم يعني حلويات اشتروا الجهال و طلعت في الفكري قلت هذه أحتاجها و دأسوي بيها مثل من رشوفون شجرات كريسماس حبايب قلبي متابعاتي ورداتي أشكركم من كل قلبي اللهم ربي يحفظكم ويسعدكم وليحرمني منعتكم أتمنى منعتكم تخلوا لي لايك وتشتركون بقناتي وأكون جدا ممنونة منعتكم حبيبات قلبي وتشاهدون الفيديو للنهاية و حبايب قلبي مثل مرة تشوفون هنا من بعد ما كملت هذه الشجرة الحلوة الزغيرونة أتمنى منعتكم أنه إذا تريدون أن أزللكم فيديو يعني أسوي به مثلا رجل رجل أو حذاء البابا نويل عادي ما بهالشي يعني أشتغله وأنزللكم إياه إذا تردون كتبولي بالتعليقات وآني إن شاء الله أشتغله وأنزله بها الأيام ومثل مرة شوفون حبايب قلبي هنا يعني يعني ما يراد يعني ماكو إلا مثلا طوبات أو شغلات كرات هاي صر ألوان تتشكل علي لأنه هي كل شي صغيرة خليت لها هاي الشي ذرم مثل ما رجل شوفون حبايب قلبي وأتمنى هذا الفيديو نال راكم ومستحسانكم واللي هنا أنا أقول لكم مع ألف ألف سلامة باي باي